السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كزيكو يا جماعة عاملين ايه النهاردة مالها كومر يمقلولي على لعبة جميلة اسمها توكا بوكا وكمان من خلالها احنا ممكن نعمل كصص بما ان انا بكتب روايات وبكتب كصص فهي دي اللعبة طبعا عجبتني جدا بصراحة والله حلوة اوي دي المدينة الاول اللي مفهاش الحاجات الفريق اه انا طبعا لسه محملها جدا ومعرفش عنها اي حاجة وملك ومارين لسه بيعلموني دي الفري طبعا طبعا اه طبعا اتعلمت شوية اثاثات كده لكن ان شاء الله تعلموا هتتعود انا لسه مستصعبوها يا جماعة حاسها صعبة جدا بس يعني هنا مثلا امامو ده خلط وكتش عارفة عامل ايه طبعا انا قلت لات حركة شخصية ازاي بتكي على الانسان وتقدر تمشي اه يعني هما فهموني انا كده امسكه الشخص وحركه كده بتحرك امامو انا لو عايزة تشربها تحطيها ببقه طبعا انا قلت لهم عايزة افكيلهم واشربهم ازاي فروما قالت لي افتحي التلاجة خدي الفرخة وحطيها ببقه قلت لها طيب لو عايزة تشرب قالت لي شربيها للاخر بس لقيت العسروق على الارض فخدته حطته في التلاجة تاقي طبعا انا عمالة كده قلت لهم لو شيلت الشمعة هتتلاسع قالولي لا مش هيحصل حقا اشان ده لعبة او يعني لعبة طبعا هي بصراحة لعبة حلوة كويسة ممتعة طب هالاطفال يعني هدو قلت لهم طيب يعني طب هي ممكن تخسل ايدها يا جماعة بس أنا قلت لي ممكن تعمل لي رشتها كأنك بتخسلي مهم وانا اللي قادتها مهم وانا بقول لها ممكن أن تستحامي هنا مهم دمو محركة البتاع وقمت اي وهاي ملك تتليل مقطص يعني ازي تمسك؟ ملك بتعلمني ازاي تمسك الأدوات والكلام ده طبعا داك انت بجرب الكاميرا وفعلا اخذت لقطة شاشة يعني هي بتطلع دي طبعا عايزة عارف نيمها ازاي فقالوا لي اسحاب الشخصية ونيمها على السرير هتنام ايو تقدري تعمليه شخصية اني تطلع دركت لها ايو ايو طبعا انا مستصعبها لسه يا جماعة يعني حيث سهل ما فيهاش حاجة طبعا الوقت عايزة روح البلكونة فروحت البلكونة مسكت رشاش المية بس جيت الزرعة زرعة التاع فطبعا دلوقت انا هقولتوله ما انا عايزة انا ابني بيت خاصة بنفس مش عايزة البيت بتاع اللي عبادة فهم قالوا لي تعالي اماما احنا هنعلمك ازاي تبني بيت فودوني على المكان ده انا اللي وديته طبعا انا اللي وديته طبعا قلتوله ما انا عايزة بيت ببحر او شاليه كده نروح نصيب فيه فيه بيت كبير يبقى فيه حمام سباحة في اللعبة سليم كمان انا عجبني ان انا اعمل بصراحة بيت ببحر انا بحب البحر بما انه في الصيف دلوقتي انا عايزة كده اقف اطبخ وانا شايف البحر واغلب البيوت في تكابوكا بتبقى فيها مذبح طبعا ده ما نعتبرهوش بيت اللي احنا بمن الناس او ده نعتبروش عليه انا نعتبرو بيت على البحر مثلا ممكن نروح صليح سحل في تكابوكا طبعا طبعا يا جماعة انتم هتشوفوا البيت الوقت اللي انا اعطى ادور عايزة بيتها ببحر الاخر اختارت بيت صغير كده مفوش اللي تلات تلات دور الحاجة بس ايو ايو صغير جدا انا ما قمتش عصر ان هو صغير كده بس ده هو اكبر واحد سروح في اللعب في دورين في حمد سلحة فوق كأنه شلاب طبعا ما اخدت البيت اللي ببحر ده الوقت هم بيعلموني الوقت ازاي بيت بني ان الخالات هتخش وياللي صمومي ياللي صمومت البيت بيحامل البقى الوقت طبعا ده شكل البيت من جوه الله البحر والشمس وكده والبلكونة ايه انت تبقى عادة عادة مع انسقفين طبعا احنا كنا محتارين المكان ده اللي في البلكونة ده نعمله ايه انا قلت لهم بقول لكم ايه انا هعمله مطبخ انا بكره هغسيل الموعين فانا عشان اتشجع انا نخسل الموعين افتح البلكونة اشوف البحر اخسل الموعين هم كانوا عايزين يعملوه انا قلت لها لازم تحرك شخصي كأنك بتخسلي وبتعمليه وتتكلمه كده عشان يبان مني اللي بيتكلم طبعا انا عملت الموبايل صمت لاني كان بيجلق شعرات هاي دي طبعا ده البحر ايه البحر ده ايه الشمس ده ايه الحاجات الحلوة نقدر نحط بقى الكورسي والكرسي ده الليبة دي جميلة جميلة نقدر نحط كورسي والكرسي على البحر وحاجة نشربه تكون عجلة كده هم 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 بجد وعلاك الليبة غير التكالية براح تكبقى براح تكبقى العادات خلي بالليل الصبح هم هم هو مش بيبقى بيبقى خلي بالليل ومعلومة ان في افضار كتير في توكابوكا وحكاية تخذيبعة انت ممكن تلاقي في توكابوكا دي حاجات غريبة ما تتوقحهاش أصرارك حاجات حلوة أيوة لسا هنمل بينها قصص وحكايات وحاجات طبعا أول حاجة قلت له نطولي مرجعها على البحر أنا بحب المرجع على البحر فإحنا لوقت قالوا لي لأ ما ما تنفعش هنا حطها على البحر فإيه العلمة الحمراء دي يعني لو شلت لو شلت لو كانت العلمة حمراء ظهرة وشلت الحاجات والأساس ده هتختفي طبعا أنا قعدت نصف ساعة عشان أفهم فين العلمة الحمراء دي يا جماعة لا قد ماما طبعا إتنا هنا حطينا إيه المرجعها ورفعناها فوق شوية على البحر مالك بقى يعني مدمو ورت خالها فاني لأنا الأحب أيوة بعد كده بقى قلت له ما أدخلت علي بقى أنا ملقعدة على البحر بقى ماما اللي حطت الكنابة دي أنا اللي حطتها بالنفس ماما بقى أبقى أبقى أتصم جدا بقى من أولين أنا بدأت إن أنا أتعلم أنا ماما بدأت تفهم أسفة اللعبة أنا اللي بجيب لها بقى هي عاوزة الحمام أقول لها أجيب ولها بدأت تتعلم شوي ماما ممكن أن أتعلم تفرجت أبي تكبوكة ويكون في أسرار لسا أنا عايزة أكت وعدوني بقى الغابة والحاجات زي اللي أنا بشوف في غابة زي آيس كريم حاجات كأني جمع صحابي وبتعمل حاجات طبعا أنا جيت حط الكرسي ده بس ما عجبنيش وعلمت زي ماما تشيل الحاجات شيل الحاجات لا عاوزة تشيل قلت لها طبعا أنا كنت مفكرة أنا برجع لحاجات مكانها تاني بس لا ده تلعب التعطف اللي هي بسكت الزبالة ده الريسايكل أنا اللي وديتها شمع ما بقى تشوف التعلم أكتر خلاص قلت لهم مش هنحط جراسي هنحط ترابيزة هتطور على ترابيزة بيضة لون الكنبة لحد لما لقيت ترابيزة تنفع مصايف ولونها أبيض جميل بصراحة جابتني جدا جدا أنا بص كأني بصم بجد شليع البحر النفس زي ما بأحلام جميلة جدا كده بقى أنا أقولت لهم هنا إيه هنا المطبخ عشان إيه غسل المواعين طيب أنا أبدا قتل هنا إن أنا أدور في الحاجات بتاع المطبخ طبعا ماما هي اللي بتصمي الحاجات بقى الأول أنا سمعت كلامهم مبادئة إن أنا أحط السرير في المكان ده بس ما عجبنيش أبدا أبدا مجموعة نقل لا نقلت بقى هنا حطيتها بالناحية التانية يمكن أيها بس أنا يا جماعة ما عرفتش إزاي يعني أعدله كده و ما بتعدلش جايك كده بجنب اللي بتخليه يعني يتعويج اللي هو السهمة يا عدله ما فيش أيه بس ما فيش مش موجود طبعا طبعا بتقدر كم انت حط ريبس و حاجات بس بجعرفة مني من الصراحة أنا بتقدر أنك تخرج البيت و تجيبي لف بس بصراحة واللهي جميلة أبا وهنأمن منها قصص و حكايات جميلة شافوا الكصص بقى و ياروت عجبك أنا حاولت كتير أعدل السرير بس ما عرفتش يا جماعة فاسبته كده و دخلت على المبخ أنا أقول لهم ده هو المبخ اللي على البحر بوالك هنا ده بوالك هون ده بوالك سيبوني أصمم على مزاجي ده يطبق أحلى مبخ في الحياة بعد كده هنعمل سوا بيت كبير يا جماعة أنا هجيب لك أكبر بيت تقبق بتقدروا أنك تكون عائلة مثلا أب و أم و بنت و أخ و أخ ما حادش خطيب طبعا في مثلا كمبيوتر في مثلا ألعب الأطفال في مثلا في كل حاجات وهي مثلا كثبارات و في ورد و في نور في الأول أنا جبت ده بس بعد كده لقيت واحد تاني ده طبعا السهمين اللي فوق بعض دول بنعدل منهم اتجاه الزوايا بتاعت الحاجة اللي انتم عاملين أنا اخترت ده في الأول بس بعد كده عجبني واحد لونه كحلي عجبني جدا فأخدته أخدت معا برضو تلاجة كحلي و دول خلاص أنا هحزفهم دلوقتي ده شوفرم أنا اللي ميته في الريسايكل بين لوحدي يا جماعة وبدأت تعلمهم وعاجبها اللون أنا أخدت ده في الأول ده في فرن كده ما بتاعه أنا بصراحة نبسي في الفرن ده في الحقيقة يا جماعة والله العظيم ده طبعا لو ما بغضتها كان حقيقة هي بقى كان يبقى أحسن مبخ لماما في العالم يعني ان شاء الله نصموه في يوم الأيام ده بقى خلاص احنا بنعمل بقى الضولف بتاع المبخ القلوميتال حطينا واحدة أنا خلطنا أنا اللي حطتها ماريوما اللي عملتها والتانية دي أنا اللي عملتها الواحد ماريوما اللي عملتها ماريوما اللي عملتها يعني بطلت الزواجتاتها ايه وبقى تبتها البلك أنا قلت لها بقى أنا قلت لها بقى ما تتكيش على حاجات تبدو ليه حطي أيدك وتشيلها تتكي عليها على طول قلت لها ايو ايو يعني اتعلمت شوية بردو أنا هنا بتعلم ازاي بتاع الفرن وازاي اقفلو البنات بيعلموني ايه بستمرون اللعبة في شوفو أنا دلوقت كده عملتها ومش عارفة اقفل ممكن بقى موبا بتبقى تصميم مثلا تحطي أكل فيه بتتحط بتبقى تقدر تبقى أكل في اللعبة بتمرس ان تجيبي العيب بتقدر تجيبي ألوان وتجيبي ألوان وشونة مدلسة يعني في حاجة كثيرة تدارجي بيها وطميم بيها انها حيو وقعية كده أنا حطيت ترابيزة يا جماعة وجبت أربع كراسي برضو كان نفسة أعرف ازاي عمل الكراسي كده بس ما البنات قالوا لا ما تنفعش يومك وفي بحار وشيلات مش حرفة في بحار وشيلات وحلم سباحات وكده يعني بس بصراحة والله لعبة حلوة قوي لعبة جميلة بصراحة عجبتني جدا أطفال والكبار وتقدرت عمله فيها القصص ما كاملة جدا طبعا هنا ده ما ينفعش الحمام المكان ده كبير جدا فأنا هعملها دي قط النوم وهعمل ده اللي كانت قط النوم هعملها الحمام تاني لأن ده مكان صغير مكان صغير ده تاني فأنا ايه الوقتي تقدرتها ما لسه كبير وحكات كبيرة طبعا لسه مش عارفة لسه يا جماعة ماما غيرت الدكور كله اللي غيرت التلاجة الشابح التلاجة دي عشان وحط التلاجة بقدالها كده انا هبدأ ان انا اعمل ايه الحمام في المكان اللي هي الاوضة البنفسية دي البيربل شوفوا اخترت البانيول الجميل الزغنون ده حالة اخترت برده اخترت الطقم كله شبه ببعض اعم ماما مبدافت خلين جدا بجد يا ولاة هلا واخت دي لاني شبه البانيول في طقمي شوفين وده الطقم خل بالك في طقم كتير وكده وتحطيه في الحمام ايوه مكياج كتير طيب جدا يا ماما في ماما بيبقى فيه بتاع كده بيبقى فيه وفوف كده تقدر الجميل وتحطيه في الحمام حتى مثلا عليها حاجات طبعا الحد يا جماعة انا عايزة اعمله احطه بالجنب بس مش راضي يجي بالجنب فا احترت اودي فين روح تحطه هنا كده الثلاثة جنب بعض كده دي بردو عايزة جيبها بردو جاي بالجنب مش عارفة جاي بالجنب ليه كده ايه كل حاجات تبقى قدام اذا بحاجات تبقى بالجنب ايو ايو. لعبة لعبة. عملنا على كده. خلاص رفستهم من ثلاثة جنب بعد وخلاص. طبعا بعد كده ما هو تبني هي تروح وتبني الغرفة. يعني شوية بسرعة. طبعا هنا يا جماعة انا هحط سرير لملك وسرير لمريم وسرير اللي هي. في النص. اخدت ده. طبعا ده احنا عاملينه ان هو شاليه مثلا البحر انا لسه هصم من بيت جديد لان انا لسه هم بيعلموني. لازم على تلفون واحد ونسكي مع بعض. على تلفون واحد بس. انا كنت مفكرة ان هي زي الروبلوكس كده يا جماعة ان تدخل بس لا اده هي طرعت مختلفة بس بصراحة جميلة والله. انا في الاول حطت تلات سرير كده وحطت كمدنيات ما بينهم. بس رجعت قلت اما هلازم تسريحة. فقلت لا خلاص. شيل الكمدنيات دي وهحط بدلها تسريحات. طبعا وسعت مكان للدولاب. لازم دولاب يا جماعة لازم دولاب. اللي يدوم لحاجة التانية. مهم. عام الوقت بزبط بقى. الاماكن كلها جنبها بعضها. طبعا بعضينهم عشان يبقوا هم التلاتة في نفس المستوى. يبقى دباط. مهم. شوفتو كده. كده بقى احسن. لسه هشيل الكومدينو ده وحط بدلو ايه? سنتصيرها صغيرة شباية. ماه انا مختارها صغيرة علشان تبقى بين السلاير. ايوه شوفوا بقى يا جماعة. اتبقى حلوة. ما توقعتش توكابوكا كويسة وكميلة كده وفيها كل حاجة الانسان يحتاجها من التصميم والابداعات. انها عائية بالصبع. زي ما اللي بتقول انها عائية كونتو كابوكا بيستغلوا على تطوير اللابنية تبقى شبه الواقع. كده بقى انا عايزة بقى الشخصيات قلت لهم انا عايزة الشخصيات كده تتفرج شوي على البحر. وهارجع تاني. قلت لهم بقى انا شخصيات. قالوا لي اتكي على علامات اه الاطفال اللي موجودة تحت دي. لما نضغط عليها بتيجي الشخصيات. اه دي استنوا قبل الشخصيات التلاجة. انا افتكرت ان ما فيش تلاجة يا جماعة. فهاشيل الفرن اللي كان عاجبني او ده الفرن بتاع احلامي. وهيجيب تلاجة كبيرة. اضاف نفس المكان. تلاجة لان ما الفرن. لا التلاجة. ان انت الجمهورة التاني بتحطيها الاكل. انا لقي التلاجة نفس اللي هو المبخ والترابيزة. او فيها تلاجة. شبه التلاجة حقيقة تبع كبيرة دي. طبعا سألت لبنات فين ازاي نملاها. يعني ولا بتبضل فاضيك كده. طبعا نحب نملاها. لكن بنجيب بقى حاجات بالنصاح. ايوة. افطحنا القايمة دي. طب ما انداشت من كمية العكل. فيها بصراحة حاجات جميلة كتير. ام. انا اخدت سويس رول. اخدت فرخة. ببقى خضار. واخدت عصير واخدت لبن. حنقل اللبن دلوقتي لان ده ما كانوا الخضار والفكة. ام ماما عارفت كي خلي بالك تقول اندي بصراحة اكلت بنفسك. تجيب مثلا كونهاج. بصراحة اكلك بنفسك. ام. ان المفاصل اكلت بنفسك. احس بصراحة جبير جدا ان انا تتناعر اصفات. انت كمان قادر عمليمك كوصفات كمان. ايوة اي. بالوقت انا بقى للتلاجة كمان بعملت شوبينج. للتلاجة. انت انا نجيت بقى حققات كتير ويمكن شخصية اللي بتنعب ما تتجعش. طبعا اه. بتقدر بتقلق بشوف بس ايه المينيو اللي موجود. طبعا. انا قاعدة بحاول ازاي يقفل الباب. اتالي لازم تعمل علامة الصح من فوق. عشان تقفل الباب. كده انا عرفتها وقفلت الباب. لسه بتعلم يا جماعة. نا. وده بقى عصير بس العصير ده مش بتمالة في كوباية ليه? لما تجريت جيبي كوباية وتحطيها فكاد قمي مليانة. اه. في كوباية واطباق وحيك كتير. ايوة ايوة. طبعا انا قاعدة بفتحه بقفل في الثلاجة. طبعا كده الشخصي يبقى انا هختار بقى ملك ومريم. واختارني انا. اختارت ملك ودي ملك. اوه. واختارت دي مريم. دي روما خلاص انا راحت على سريرها. بس يا بيت. شوفي نفسك وسكوتي. ودي انا اللي في النص دي. انا راح على اللي فيه. خلاص انا كده نايمتهم على السرير مؤدبين اهمت. هقوم انا بقى عشان احضر لهم الاكل. بصراحة عجبتني اللعبة جدا جدا جدا. واتزروا مني فيديوهات كتيرة عن توكا بوكا بعد كده. واحملوه عشان يلاب حلوة قويل. كده موكا وروما قاموا انا قعدتهم على الكراسي. انا بقى هروح فين بقى في مكان مفضل. اقف على البحر. هما يأكلوا بقى السويسرول واشربوا اللبن. باي باي اقابلكو تاني.